اشتركوا في القناة جلالة الملك المعظم على الدور الكبير الذي يطلع به سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في خدمة وطنه وترسيخ ريادته وتنفسيته العالمية في كل المجالات وسعي سموه الدؤوب لتطوير عمل المؤسسات والاجهزة الحكومية والنهوض بمختلف القطاعات التنموية وتبني المبادرات والاستراتيجيات المواكبة للتطور للاستمرار في تحقيق المزيد من المكتسبات لصالح الوطن والمواطن منوها جلالته بما تشهده المملكة من مشروعات حيوية عديدة في مختلف القطاعات مشيدا جلالة الملك المعظم ايده الله بالرقي المتواصل في مختلف اسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين وتزويدها باحدث المنظومات العسكرية وبتطوير افضل اساليب التدريب العملي والنظري وما يتميز به منتسبوها من كفاءة عالية وما يتسبون به رجال قوة دفاع البواسل من شجاعة واقدام في جميع المهام التي توكل لهم فهم كما عاهدناهم دائما موضع ثقتنا وتقديرنا المتواصل واعرب رعاه الله عن الفخر والاعتزاز بالانجاز العالمي المشرف الذي حققه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتتويجه بلقب بطولة منزر الدولية للقدرة بالجمهورية الفرنسية وكذلك المشاركة الخارجية الاولى لانجال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عبر تواجدهم في سباق القدرة بفرنسا بالاضافة الى فوز الفريق الملكي للقدرة بالمركز الاول في بطولة العالم للناشئين والشباب على مستوى الفرقي في فرنسا وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد اعرب جلالة الملك المعظم عن خالص تمنياته بكل التوفيق والسداد لجميع الطلبة والطالبات في الجامعات والمدارس الحكومية والخاصة والمعاهد وان يكون عاما دراسيا حافلا بالتفوق والنجاح والتمييز مقدرا حفظه الله الجهود الوطنية التي تقوم بها كافة الكوادر الادارية والتعليمية في وزارة التربية والتعليم وفي كل الجهات التعليمية هذا وحضر اللقاء سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الدوان الملكي وصاحب المعالي المشير الروكن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة الفريق الروكن ذياب بن صجر النعيمي رئيس هيئة الأركان